هنا القاهرة الكلمة التي قالها المذيع أحمد سالم في انطلاق الإذاعة المصرية في مثل هذا اليوم عام 1934 وفي يوم افتتاح أول إذاعة بالوطن العربي وبصوت قثارة السماء الشيخ محمد رفعت تم التلاوة آيات من الذكر الحكيم لتجدوا بعدها أم كلثوم التي تقادت 25 جنيها عن إحيائها الحفلة وغنى كذلك المطرب صالح عبد الحي ثم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قبل أن يلقي أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة من أشعاره الإذاعة المصرية كانت المحركة والعامل رئيس لنجاح ثورة يوليو وما زالت تلعب دورا مهما في حالات الطوارئ والأزمات حيث مصداقيتها وضقة الحصول على المعلومة وعلى مدار أكثر من ثمانية عقود حافظت الإذاعة على تألقها بتطوير وتحديث برامجها وجميع الأعمال المقدمة عبرها بشكل دائم لتتوافق مع الظوق العام للمستمعين وتواكب حداثة العصر الأمر الذي ضمن لها الاستمرار بقيامها بدورها الحيوي في المجتمع كانت الإذاعة المصرية إذانا ببدء عهد جديد في مصر مع التطور فساهمت منذ انطلاقها في تشكيل وعي أجيال متعددة وكانت شاهدا على مراحل مهمة من تاريخ مصر والمنطقة العربية اشتركوا في القناة